اهلا بيكم معاكم دكتور احمد سامي خاصية امراض النساء والتوليد النهاردة هنتكلم مع بعض عن اهمية الكالسيوم في الحمل والكمية المطلوبة من الكالسيوم اثناء الحمل وازاي بيطم امتصاص الكالسيوم وايه الفيتامينات اللي بتلعب دور مهمة في امتصاص الكالسيوم ووصوله للعضم بعد كده هعرض عليكم اكتر الاطعمة الغنية بالكالسيوم وهنجاوب على سؤال مهم هل الاكل كفاية ولا لازم ناخد راس الكالسيوم اثناء الحمل بعد كده هنتكلم عن افضل نوع راس للكالسيوم واخيرا الحاجات اللي بتأثر على امتصاص الكالسيوم اهمية الكالسيوم اثناء الحمل الكالسيوم مهم جدا في الحمل لصحة الام وتطور الجنين الكالسيوم بيساعد في تكوين العضم والاسناء للجنين وخصوصا في اخر 3 شهور من الحمل وعشان كده احتياج الكالسيوم بيكون في اعلى مستوى في الفترة دي الدراسات بتقول ان قلة الكالسيوم اثناء الحمل ممكن تأثر على تكوين العضم عند البيبي وتزود احتمال مشاكل زي لين العظام بعد الولادة حماية عضم الام لو الام مش بتاخد كفايتها من الكالسيوم الجسم هياخده من عضمها علشان يغطي احتياجات الجنين وده ممكن يزود فرص هشاشة العظام للام الابحاث بتأكد ان الستات اللي بياخدوا الكالسيوم كفاية اثناء الحمل بيكونوا محميين اكتر من فقدان كسافة العظام بعد الولادة تجارب كتير اثبتت ان اقراس الكالسيوم بجرعة 1 جرام يوميا بتقلل من فرص تسمم الحمل خصوصا للستات اللي عندهم نقص في الكالسيوم من اول الحمل الكالسيوم بيعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الابحاث بتقول ان الكالسيوم بينظم ضغط الدم وبيقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل زايد ان الكالسيوم لدور مهم في انقباض الرحم وقت الولادة ببساطة الكالسيوم ضروري في الحمل لصحة العظم ضغط الدم تسهيل عملية الولادة وكمان بيحمي عظم الام على المدى البيت الكمية المطلوبة من الكالسيوم يوميا للحوامل حوالي 1000 ميلي جرام ولو الحامل صغيرة في السن من سن 14 ل 18 سنة الكمية بتزيد ل 1300 ميلي جرام في اليوم من 1000 ميلي جرام كالسيوم اللي الحامل بتاخدهم في اليوم الجسم بيمتص حوالي من 200 ل300 ميلي جرام ويدخله الدم الكمية دي هي اللي بتكفي احتياجات الجسم دلوقتي هنتكلم عن امتصاص الكالسيوم وازاي بيتنقل من الامعاء علشان يوصل للعظم الموضوع مش بسيط مش عشان انا باخد قرص الكالسيوم يبا ضمنت انها تحقق النتائج عندنا 3 فيتامينات مهمة جدا علشان الكالسيوم يوصل للعظم عندنا فيتامين دال فيتامين كاف 2 وفيتامين سي اول حاجة عندنا فيتامين دال وليه دور مهم جدا في امتصاص الكالسيوم واهم مصدر لفيتامين دال هي اشعة الشمس فيتامين دال بيتحول في الجسم لشكل نشط وبيبقى اسمه كالسيطرول الكالسيطرول ده بيزود البروتينات اللي بترتبط بالكالسيوم علشان يمتص من الامعاء ويدخل الدم خلاص كده الكالسيوم وصل للدم وفي طريقه للعظم ازاي الكالسيوم هيدخل للعظم هنا بيجي دور فيتامين كاف 2 فيتامين كاف 2 بيحول الاستيو كالسين لشكله النشط والاستيو كالسين ده عبارة عن بروتين بينتج بواسطة خلايا العظم لما بيتحول الاستيو كالسين لشكله النشط عن طريق فيتامين كاف 2 بيقدر يقوم بربط الكالسيوم بالكولاجين في العظم والكولاجين ده عبارة عن الالياف اللي بتشكل هيكل العظم وهنا يجي دور الفيتامين الثالث وهو فيتامين سي اللي بيلعب دور مهم جدا في تكوين الكولاجين كده يبقى الكالسيوم أدى دوره في بناء العظام بمساعدة وجود فيتامين دال وفيتامين كاف اثنين وفيتامين سي دلوقتي هعرض عليكم لستة بحوالي 20 نوع من الأغذية الغنية بالكالسيوم في حوالي 100 ملي جرام والأغذية دي متاحة في مصر هنلاحظ أن أعلى حاجة هي بزور السمسم ثم طحينة السمسم والجرجير وتلكيز الكالسيوم فيهم أعلى بكتير مقارنة بالجبنة القريش واللبن والزبادي دلوقتي جينا للسؤال المهم هل الأكل كافي لسد احتياجات السيدة الحامل؟ احنا قلنا أن منتجات الألبان وبعض الخضروات وبعض أنواع السمك بتوفر كمية كبيرة من الكالسيوم بس ممكن يكون صعب نوصل للاحتياج اليوم المطلوب باستمرار من غير إقراص عندنا مثلا كوب واحد من الحليب في حوالي 300 ملي جرام كالسيوم طب هنعمل إيه في الباقي؟ هنعتمد على وجبة الغداء والعشاء أنهم يكملوا الاحتياج اليومي ده هيبقى صعب والأصعب أن الأم تحافظ على النظام ده طول فترة الحمل بالتالي الإقراص بتكون وسيلة مضمونة أكتر دلوقتي هنتكلم عن إقراص الكالسيوم المتاحة في مصر وأيهم أفضل عندنا مادتين موجودين الكالسيوم كاربونيت والكالسيوم ستريت هنبدأ بالكالسيوم كاربونيت الكالسيوم كاربونيت للكدرة عالية على الامتصاص بس بيحتاج لأحماض المادة علشان يمتص كويس لذلك يفضل تاخده مع الأكل لتحسين الامتصاص وبالتالي امتصاصه هيقل مع الأدوية اللي بتعالج الحموضة لأنه زي ما احنا قلنا بيحتاج لحموضة المادة علشان يمتص كويس الميزة أنه بيحتوي على أعلى نسبة من الكالسيوم حوالي 40% الكالسيوم يعني لو عايز كمية كبيرة من الكالسيوم فهو هيكون خيار الأفضل لكن ممكن يسبب مشاكل في المادة زي الانتفاخ والإمساك وخصوصا لو اتاخد بكمية كبيرة في بعض الدراسات بتقول أنه ممكن يزيد من خطر تكون حصوات الكلة خصوصا عند الناس اللي عندهم استعداد لحصوات الكلة تاني حاجة عندنا الكالسيوم ستريت كالسيوم ستريت سهل الامتصاص وممكن يتاخد من غير أكل وده أفضل للحوامل اللي عندهم مشاكل في المادة نسبة الكالسيوم فيه أقل حوالي 21% إلي منت الكالسيوم لكن نظرا لسهولة امتصاصه ممكن يعتبر خيار أفضل للبعض ما بيسببش مشاكل في المادة زيد أنه أقل احتمالا في تسبب فيه حصوات الكلة بالتالي يعتبر أكتر أمان باختصار شديد الكالسيوم ستريت هو الخيار المفضل غالبا للحوامل بسبب امتصاصه الأفضل وأثاره الجانبية الأقل الكالسيوم كربونيت هنلجأ لي لو احتاجنا كالسيوم بجرعة أعلى مع عدم وجود مشاكل في المادة بعض الاحتياطات الخاصة بأقراص الكالسيوم نحاول ما نزودش جرعة الكالسيوم عن 500 ميلي جرام في المرة الوحدة كده هيبقى أفضل في الامتصاص وأقل في الأعراض الجانبية لو احتاجنا نزود جرعة كمان ممكن تبقى في آخر اليوم مثلا نحاول ما نزودش عن الجرعة المطلوبة في اليوم وهي 1000 ميلي جرام في اليوم ونشرب مية كتير علشان نتجنب حدوث حصوات في الكلة فيتاميل ده المهم جدا لمتصاص الكالسيوم زي ما قلنا وبنحصل عليه من الشمس أو المكملات الغذائية الكالسيوم بتفاعل مع بعض المضادات الحيوية ومع أدوية الغدة الضرقية نحاول نباعد في الوقت بينهم على الأقل ساعتين الكالسيوم ممكن يقلم المتصاص الحديد والحديد مهم جدا ليحامل علشان تتجنب الأنمية عشان كده يفضل تاخديه مكملات الكالسيوم والحديد في أوقات مختلفة قلنا ان الكالسيوم ستريت أفضل في أنه بيتاخد على معدى فضية وأثار جانبية على المعدة أقل من الكالسيوم كربونيت كده نكون انتهينا من الكلام عن الكالسيوم والمرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن الأوميجا سري وفيتامين دال ترجمة نانسي قنقر